وقديما كانوا يقولون الكتاب ولدك المخلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها علم ينتفع به فقالوا الكتاب ولدك المخلت وفي زماننا هذا تيسرت وسائل حفظ الصوت وسائل حفظ الصوت فأصبح العالم يموت ويبقى صوته الإمام بن باز رحمة الله عليه والإمام بن عثيمين والإمام الألباني وغير من أهل العلم أصواتهم موجودة فيها علومهم وبيانهم ونصحهم وتوجيهم ولا يزال طلبة العلم يستمعون إلى علومهم بأصواتهم ويستفدون منها فهذا النفع بإيصال العلم إلى الناس سواء ببيان العالم أو بإيصال علم العالم إلى الآخرين قد لا يكون الإنسان عالما لكن يوصل علم العالم إلى الآخرين إما بإيصال كتاب أو شريط نافع أو دلالة طالب علم إلى مجلس علم كم في هذا من الآثار المباركة أحيانا يوفق شخص إلى أن يحث شخصا على طلب العلم يرى صغيرا فيحثه على العلم ويرغبه في العلم فينشرح صدره ويقبل على العلم فيكتب لهذا الذي دله على هذا الخير أجره والله واسع عليم سبحانه وتعالى والدال على الخير كفاعله فإذا هذا باب عظيم جدا من مضاعفة الأجور يغفل عنه الإنسان والنفع المتعدي هذا من النفع القاسر عندما يفتح للناس مجالات أو أبواب سواء في مجال العلم أو مجال أيضا نفقة الأموال قد يكون شخص لا مال عنده لكنه يحدث صاحب مال بطريقة سديدة جيدة في نفقة هذا المال وبذله فيعمل بها فيكتب لهذا الفقير والمعدم أجر ذلك المنفق لأن الدال على الخير كفاعله والله واسع عليم سبحانه وتعالى فهذا باب عظيم جدا حقيقة يجذر بالمسلم أن يعتنبه والرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يرتغع بها عند الله على الدرجات ورفع المنازل وهذا أيضا من هذا الباب باب المضاعفة بالكلمة الصادقة الناصح فيها لعباد الله التي يكون نابعة عن صدق وعن إخلاص وعن حرص على نفع العباد إذن هذا باب من باب المضاعفة وهو باب الآثار ويسميه بعض العلماء عمر الإنسان الثاني الإنسان له عمران في أعماله وقت حياته العمال التي يقدمها وبعد مماته آثار أعماله آثار أعماله والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من تكون همته في عمله ليست قاصرة على أجر يحصله على عمله في وقته بل تطمح نفسه إلى أعمال وأجور يحصلها بعد وفاته وهذا هو التخطيط النافع المفيد غاية الفائدة للعبد أن يخطط لشيء يحصل أجوره وثوابه إلى ما لا حد له ولا عد ومن عجائب الأمر أن من الناس من يمشي على قدميه في الأرض صحيحا معافا ويمر عليه الأيام بل والشهور والسنوات وربما لا يحصل أجرا بل يكتسب إثما ووزرا وآخرون تحت التراب توفاهم الله سبحانه وتعالى من سنوات طويلة ومن أعمار مديدة وهم كل يوم يحصلون أجورا كل يوم يحصلون أجورا وثوابا وهذا يمشي على قدميه صحيحا معافا ويمر عليه اليوم والإثنين والثلاثة والشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين والثلاثة ولا يحصل أجرا بل يحصل عيادا بالله وزرا وإثما وزرا 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 عليه وزرا 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 في هذه الحياة في هذه الحياة فيحرص على أن مدة تنتهي في هذه الحياة ويبقى الأجر وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اشتركوا في القناة